أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإيادة أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في إطالة استعداد فروض الدورة الثانية الفرد الأول للدورة الثانية أو يسمى بفروض المرحلة الثالثة بالنسبة للمستوى الخامسة نشوف نموذج الفرد الأول للدورة الثانية مادة اللغة العربية للمستوى الخامس نعم فرد الأول للدورة الثانية مادة اللغة العربية للمستوى الخامس وبالنسبة لنموذج على القاو على شكل قدعي في صندوق الوصفة ده النص لأمامنا وزيارة إلى مقر الجريدة سنقرأ النص جيدا ثم نجيب على الأسئلة زيارة إلى مقر الجريدة دخلت الزائرتان إلى مقر الجريدة رحب بهم رئيس تحريد ثم سأل لماذا جئتما إلى مقر هذه الجريدة؟ وعما تسألان وعما تبحثان أجبت ليلى جئنا لجريدة أملا في التعرف على مهنة الصحافة تابعة سعاد وإلى ما يستمر توقف العمل ابتسم رئيس التحريد ثم قال أن في مكتب أيتها الصغيرتان حلصا في صدور جريدتنا في وقت محدد شكرة صغيرتان لرئيس التحريد وانطرفتها مصررتين إذن هنا كذا تحدثنا على زيارة إلى مقر الجريدة إذن بالنسبة لليلة وسعاد الغرض منه أنهم يتعرفوا على مهنة الصحافة ابتسم لهم رأيته وقالهم أنك مكتبين يعني رحب بلما وما خرجوا فرحانين إذن عمنا تشوفهم المقرؤ والسؤال الأول أضع عنوانا مناسبا للنصر إذن هناك هنا عنوان نقبل زيارة إلى مقر الجريدة أنتم معتفضوا عنوان آخر ممكن بكل بساطة نعمل مقر الجريدة مقر الجريدة إذن مقر الجريدة مقر الجريدة مقر الجريدة نعم انتقلوا السؤال الثاني لماذا جاءت الزائرتان إلى الجريدة ومن استقبلهما إذن على حسب النص الزائرتان إلى الجريدة إذن هنا أملا لماذا أملا في التعرف على مهنة الصحافة من استقبلهما استقبلهما رئيس التحرير إذن نكتب الجواب إذن جاءت 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 الزائرتان إلى الجريدة جاءت جاءت الزائرتان إلى الجريدة جاءت الزائرتان إلى الجريدة إلى الجريدة أملا إذن جاءت الزائرتان إلى الجريدة أملا في التعرف على مهنة الصحافة إذن فاستقبلهما رئيس التحرير إذن استقبلهما رئيس التحرير استقبلهما رئيس التحرير استقبلهما رئيس التحرير نعم إذن جبنا على السؤال الثاني نتقل إلى السؤال الثالث لماذا يبقى رأي السحري في المكتب؟ هنا أرجع النص أنا في مكتبي حرصا في صدور جريدتنا في وقتها المحدد إذن يبقى رأي السحري في المكتب حرصا على صدور ماذا في صدور جريدتنا إذن هنا يبقى رأي السحري في مكتب حرصا على صدور جريدتي في وقتها المحدد إذن نكتب يبقى في المقر هنا يبقى رئيس التحرير في المكتب إذن يبقى رئيس التحرير في المكتب رئيس التحرير في المكتب حرصاً على صدور الجريدة في وقتها المحدد نعم إذن سألنا السؤال الثالث ننتقل إلى السؤال الرابع سؤال الرابع أضع سطراً تحت نوع النصفش حكاية أو مقالة أو رسالة إذن بالنسبة النصفة هو ليس رسالة لأن الرسالة عارفين شكلتها وكذلك ليس حكاية لأنها ما كسرتش إذن فهو عبارة عن مقالة إذن نضع سطر تحت ماذا مقالة إذن تحت سطر تحت مقالة نعم أنتقل السؤال الثالث استخرج من النصف مرادف رغبة ففرحتين إذن مرادف اطلاقاً من النصف إذن هنا بالنسبة رغبة أملاً إذن أملاً إذن هي رغبة فرحتين مسرورتين إذن نكتب المرادف هذا إذن رغبة أملاً رغبة أملاً فرحين مسرورين إذن فرحتين مسرورتين إذن نكتب مسرورتين نعم إذن كتبنا مرادف كل كلمة ننتقل إلى ضد أهانا يتوقف إذن بالنسبة أهانا إذن ضد الكلمة انطلاقاً من النصف ضد أهانا رحبة وضد إذن هنا يتوقف يستمر إذن نكتب إذن أهانا ضدها رحبة ضدها رحبة ويتوقف ضدها ماذا يستمر ضدها يستمر نعم ننتقل إلى السؤال الموالي سادساً اعطي عائلة كلمة زيارة إذن عائلة كلمة زيارة نكتب على عائلة الكلمة إذن جميع الكلمات التي عندها علاقة بزيارة التي تكون نفس الحروب الأصلية للفعالة وهي زارة إذن ممكن قول زيارة إذن هنا ممكن قول زارة في الفعل في الماضي ممكن قول زارة ممكن قول كذلك يزور ممكن قول مثلا يزور ممكن قول زائر 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 ممكن قول مثلا إذن مزار زوار ممكن قول زوار زوار مثلا ممكن قول كذلك بالنسبة ممكن يقول زوار ممكن يقول يزور ممكن يقول مثلا مزار إذن كتبه هنا يزور 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 فعل المضارع يزور إذن جميع عائلة الكلمة اسم فاعل اسم مفعول فعل مضارع فعل أمر إذن كلها عائلة كلمة زيارة إذن انتقلوا الصرف والتحويل بالنسبة الصرف والتحويل السؤال الأول أحول أفعال التالية إلى مصادر إذن عندنا الأفعال نحول المصادر أكل إذن شنو قولوه أكل إذن أك أكل إذن أكل هنشوفوا بالنسبة لكلمة أخرى اجتهد اجتهاد إذن اجتهد اجتهاد اجتهاد إذن اجتهد اجتهاد راسل راسل ترسل إذن راسل إذن ترسل ترسل إذن أدخل إذن هنا ترسل أدخل إذن إدخال إذن أدخل إدخال إدخال كرما إذن عمشو مراجعة إذن مراجعة هي المصدر بالنسبة للفعل فهو راجعة راجعة إذن راجعة عمشو قراءة إذن الفعل هو قراءة إذن نكتب قراءة إذن هو الفعل نشوفو شرب إذن هنا بالنسبة هنا شرب إذن هنا شرب إذن شرب إذن هنا هنا بالنسبة مراجعة إذن هي فعل راجعة أحاول مصادر تريع إلى فعل إذن مراجعة راجعة إذن هنا شرب شرب إذن هنا عمشو دبا سلينا السؤال الثاني عمشو سؤال الثالث إذن ننتقل إلى السؤال الثالث إمن أجدول بما يناسب معنا المفرد نحد دمتنا زيارة إذن ماذا سنقول زيارة ثاني زيارة ثاني إذن زيارة زيارة ثاني جريدة ثاني جريدة إذن هنا نحد المفرد جريدة إذن بالنسبة هنا هنا الصحافة الصحافة ثاني إذن الصحافة ثاني إذن هنا بالنسبة عندنا الألف وهنا عندنا هنا بالنسبة المتنفة ويرفع بالألف إذن هنا عندنا الصحافة ثاني رأي ثاني عندنا المفرد ديالها رئيس رئيس وبالنسبة المتنى ديال صغيرة صغيرة تاني صغيرة تاني نعم إذن سلنا سؤال الثالث ننتقل إلى السؤال الرابع إذن أحاول ما تحت وخط إلى المتنى إذن كتب الكاتب رواية إذن كتب الكاتبان رواية تاني إذن هنا عندنا الفاعل مرفوع هنايا إذن مفعول بمنصوب إذن هنايا بالنسبة بالنسبة المتنى فهو يرفع بالألف وينصب باليا إذن أقول كتب الكاتب الكاتبان روايتين إذن نكتب كتب الكاتبان الكاتبان ماذا؟ كتب الكاتبان روايتين روايتين نعم إذن يرفع المتنى يرفع بالألف وينصب ويجر باليا عفوا إذن المتنى يرفع بالألف وينصب ويجر باليا إذن نشوف بالنسبة المدير إذن هنا نشوف بعضها استقبل المدير الزائرة إذن استقبل المدير الزائرة ثاني إذن استقبل المديران هنا يعدنا فاعل إذن استقبل المدير إذن استقبل المديران الزائرة ثاني إذن استقبل الزائرة وریکskaRA 結иж هنا يبيع وينصب ويجر إذن هذه الزائرة المدير الزائرة ثاني كانت بالإذا إذن الزائرة ثاني استقبل المدير الزائرت ثاني إذن باقي سهل استقبل المدير الأستاذ إذن هنا الزائرة ثاني مفئول به إذن خاصة تكون منصوبة باليا إذن أقولوا استقبال المديران الزائرتين إذن جبلة الثالثة شكرة الزائرة الصغيرة الرئيسة إذن الزائرة فاعل إذن سترفع بالألف شكرة الزائرة ثاني وبالنسبة صغيرة فهي نعتابع لمنعوت في الرفضية لتكون مرفوعة بالألف وأنقلوا شكرة الزائرة ثاني الصغيرة ثاني الرئيسة إذن نكتب شكرتي الزائرة الثاني الصغيرة الثاني الرئيسة نعم إذن شكرتي الزائرة الثاني الصغيرة الثاني الرئيسة إذن نكسفي بهذا القدر من بعدكم المكونات أخرى دياله الانتحان ترجمة نانسي قنفتكم شكراً وإلى الليل